بسطة حسن لا تتثائب هذا العنوان ليس جملة بلاغية جميلة فقط لكنه واقع يحياه رجل شغف بالمعرفة ناشر للثقافة ومشجع على القراءة نالت بسطته من الكتب سيتا يتجاوز بساطتها إلى ما هو أعمق وهنا أتذكر قول الشاعر إبراهيم صعابي تخيرت في الأحباب عمري فلم أجد مدى الدهر خلا كالكتاب نبيلا وبدلت بالأصحاب حينا بغيرهم وما شئت يوما للكتاب بديلا صديق مدى الأيام يكسوك حلة ويهديك دربا في الحياة جميلة معي من استوديو المنطقة الشرقية حسن الحمادة هو مؤلف وصاحب بسطة الكتب بسطة حسن يعني كما شاء مسماها أستاذ حسن هياك الله معنا في أهلا أهلا وسهلا مساء الخيرات لك ولمشاهدين روتانا خليجية أهلا اعطني فكرة البسطة من بداية الفكرة في ذهنك إلى تحولها اليوم إلى مشروع ثقافي دعني أسميه بلا مبالغة بدأت فكرة البسطة طبعا منذ سنوات عديدة أنا كتبت في عام 1417 هجري كتابي الأول أمة اقرأ لا تقرأ خطة عمل لترويج عادة القراءة كنت ملتفت من البذ أنه ليس جلدا للأمة العربية أو الإسلامية كما يقال كانت الفكرة أن يكون كتابي خطة عمل لترويج عادة القراءة فكتبت ثم كتاب آخر أيضا العلاج بالقراءة وكتبت ويسألونك عن الكتاب كتبت مجموعة كتب ومجموعة دراسات ومقالات كان الهدف من هذه الكتب تشجيع عادة القراءة وتنميتها في المجتمع وأنا باعتباره أيضا معلم في المرحلة الثانوية كان لدي اهتمام كبير بثيمة القراءة لم أكتفي بالتنظير فقط وإن كان مهما حاولت أن أقدم برامج عملية عام 2013 ميلادي بدأت مشروع بعنوان مهرجان اقرأ كتابك أيضا هذا المهرجان كان على الساحل الشرقي في كورنيش القطيف حص الرواج كبير جدا وحضره المئات ثم كرر البرنامج عام 2016 فيما بعد جاءتني فكرة أن يكون لدي برنامج بشكل أسبوعي بدل أن يكون مهرجان اقرأ كتابك يعني سنوي أو كل سنتين أو أكثر كانت فكرة البرنامج الأسبوعي فعلا بدأت بتغريدة في تويتر وأيضا في الفيسبوك أنني سأذهب بمجموعة من الكتب ستكون معروضة للإعارة وأيضا للقراءة وللبيع الحمد لله صار التفاعل جدا كبير وأول صحفية غطت بسطة حسن أقدم لها من قناتكم الشكر الجزيل هي الصحفية وفاء الخويلدي بعد التقرير الذي كتبته وفاء الخويلدي لأسبوع الثاني ازداد العدد صحف كثيرة غطت بسطة حسن بالمناسبة لم يكن المسمى بسطة حسن كان بسطة كتب لكن باعتبار أنها قرنت بحسن كل الصحافة كانت تقول بسطة حسن ثم تغير العنوان وقرين بسطة حسن على هذا المشروع البسطة هذه أستاذ حسن أنت تبيع فيها الكتب أو فقط تشجع على قراءة الكتب من خلالها الفكرة الأولى كانت هي للإعارة ولتقديم الكتاب للقراءة بحيث أن كانت عندي فكرة أنه لماذا لا تكون الأماكن العامة المنتزهات الحدائق الكورنيشات يعني مكان للقراءة الكورنيش يعني الساحل البحري مكان جميل جدا أن تجد إنسان يمسك كتابا ويقرأ فيه يحرض ويشجع الآخرين بدل أن تكون الحالة السلبية كثير مننا عندما يسافر يقول أنني مثلا في الغرب في اليابان في أي بلد وجدت الناس تقرأ في الطائرة تقرأ في الحافلة لكن لا نجد هذه الأمور لدينا بشكل واضح أنا فكرتي أن نقرأ في الأماكن العامة لذلك شخصيا عندما أذهب إلى مثلا مستشفى إلى أماكن الانتظار يكون الكتاب بين يدي أريد أن أوجه رسالة لكل من يرى حسن أو يرى شخص آخر أننا نقرأ في الأماكن العامة لذلك ولدت فكرة بسطة حسن المجتمع أو الزائر عندما يجد كتابا ويعجب به يقول لي هل بالإمكان أن يوفر هذا الكتاب للشراء فالآن البسطة تبيع الكتاب وتوفر الكتاب وأيضا تعير الكتاب بالأسبوع الماضي يوم السبت طرحت فكرة أن كل زائر يقرأ لمدة ربع ساعة ثم يمتلك الكتاب وزعنا ثلاثين كتابا رجالا ونسان صغارا وكبارا كل من يأتي إلى الكورنيش يأخذ الكتاب يقرأ لمدة ربع ساعة ثم يتملك الكتاب وسنكرر هذا البرنامج في أسابيع قادمة أيضا في إضافة إلى أن البسطة في كل أسبوع تستضيف مؤلف أو مؤلفة لكي يوقعوا كتبهم في بسطة حسن فكرة الربع ساعة أن من يقرأ الكتاب لمدة ربع ساعة يتملك مجانا ولا يدفع مقابل شيء نعم وسنكررها باستمرار هذه الفكرة حيث أن الفكرة البسطة ليست مشروعا تجاريا بحتا وإن كان الربح المادي مشروع لمن يقوم بجهد لكن أجد أحيانا من أبناء مجتمعي من المثقفين من أصحاب الشأن العام من يدعم بسطة حسن يعني مثلا أتفاجأ بين فترة وأخرى مؤلف ومؤلفة يتصل يقول لدي مجموعة كتب وريد أن أتبرع بها لبسطة حسن هذه الكتب تعراض للقراء طبعا في اليوم الوطني أيضا لا أنسى أنني طرحت مبادرة عش الكتب أعلنت في اليوم الوطني أنني سأضع صندوق للكتب على سور منزلي سأوزع تسعين كتابا فعلا صار التفاعل كبير وزعت تسعين كتاب كررتها يوم ثاني ويوم ثالث صار العدد مائتين وسبعين كتابا الآن عند سور منزلي يوجد عش الكتب مكان لتبادل الكتب بشكل يومي 24 ساعة تأتي عند بيتنا تضع ثلاثة كتب تأخذ ثلاثة كتب وأيضا هناك الكثير من أبناء المجتمع من المؤللين من المثقفين أستاذ حسن أنا قبل الحلقة قرأت كثير عن فكرة عش الكتب وأعجبتني كثيرا لكن زدني في الشرح فيما يخصها الآن فكرة عش الكتب أنه أنت واضع صندوق بجوار البيت وأنا شفت شكل الصندوق هو على شكل عش فعلا أنت تضع الكتب ومن يريد يستعين هذا الكتاب ويقرأ ويضع مكانه كتاب صحيح؟ نعم بإمكانه أن يستبدل ثلاثة كتب في الأسبوع وأيضا بإمكانه أن يأخذ كتابا مجانيا كل أسبوع يحق للزار أن يأخذ كتابا مجانيا طيب اللي زاره العش كررت الفكرة كررت الفكرة تفضل إذا ممكن أكمل كررت الفكرة هذه في الدمام هناك أحد الأصدقاء أعجب بها واستنسخ الفكرة في الدمام وأيضا عدنا قرية في القطيف قرية التوبي استنسخ الفكرة والآن أقاموا صندوقين لتبادل الكتب أنا أمنيتي أن تنتشر عشاش الكتب في كل ربوع الوطن الغالي البعض لا يمتلك مالا لكي يقتني كتابا بالذات يعني مثلا طلاب في المرحلة المتوسطة الثانوية بعض الكتب أسعارها مرتفعة فبالأمكان أن يكون هناك تبادل للكتب يأتي الإنسان يضع كتابا فرغ من قراءته ويستبدل به كتاب آخر نعم أستاذ حسن السؤال وباقي معي دقيقتين من الوقت يليت بس نوجز كل المشروعات التي ذكرتها يقوم عليها حسن الحمادة بذاته بجهده بنفسه أين أنت عن المؤسسات الثقافية أو أين هي عنك طبعا هذا السؤال يطرح على المؤسسات الثقافية أنا حقيقة أتمنى أن أتجول في كل مدن المملكة العربية السعودية بلدي الغالي لكي أقيم بسطة حسن لكن أحتاج فسوحات رسمية تصاريح جهات مثلا ترعى هذه المبادرة وأنا سأقوم بكل شيء أنا سأوفر السيارة سأوفر الكتب لكي أتنقل بالمناسبة أود أن أزف لك بشارة بين يديي الآن رواية بعنوان بسطة حسن هذه مكافأة جميلة تلقيتها من كاتبة من عمان اسم الكاتبة الدكتورة فاطمة أنور اللواتي كانت أفضل تكريم لحسن الحمادة أثناء جائحة كورونا بدايتها اتصلت بهذه المرأة هذه الكاتبة هذه الأديبة واقترحت أن تكتب رواية عن بسطة حسن والحمد لله الآن الرواية منشورة في دول الخليج وإن شاء الله تنطلق إلى دول أخرى فهذا جهد جميل جدا قامت به المؤلفة وأنا حقيقة أشكر المؤلفة أستاذ حسن وكان الكتاب كئيبا حزينا فلما رأيك بدأ يضحك هذا بيت يتيم ولا بيت من قصيدة كاملة جميل فاجأتني أنك وقعت على هذا البيت أنا بين فترة وأخرى طبعا لست شاعرا ولكن أحيانا أثناء القراءة أثناء انفعالي رؤيتي لمنظر معين أكتب بعض الأبيات الشعرية وأنا بالمناسبة في المرحلة الفنوية كتبت بيتين من الشعر وتشجعت أن أكتب المزيد من الأبيات الشعرية وأنا شرط طبعا عندي كتاب عنوانه أكسجيني الدافئ ضمنت بعض النصوص النفرية والشعرية بالإضافة إلى النصوص القصصية أستاذ حسن الحمادة شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا هذه واحدة من الأفكار المعرفية الثقافية العظيمة جدا أدعو من هذا المنبر وزارة الثقافة أن تنظر بكثير من الاهتمام والعناية والرعاية إلى هذه المبادرة بسطة حسن هو مشروع ثقافي على بساطته إلا أنه يخلق كثيرا من أجواء المعرفة التي نحتاجها شكرا لحسن الحمادة وكثر الله من أمثاله في هذا المجال وصلنا معكم بهذه الفقرة إلى نهاية حلقة ياهلا غدا يتجدد معكم ياهلا ليصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمال أسبوعنا على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة